إفريقيا ونروح للشغل المحلي عشان وقتنا ونكلم في ملفات كتيرة طبعا أنا بأعلن من خلالك ومن خلال برنامج الترند مرش الأهل وسموحة اتأجل نتيجة أن مباراة الأهل وشباب بلوزداد اترحل معادها من 14 ديسمبر نظرة لمشاركة الأهل في كاس انتر كونتيننتل في قطر والمباراة تتلعب مع بلوزداد يوم 22 وده نفس توقيت مباراة سموحة وبالتالي مباراة سموحة اتأجلت وده يخلينا نروح أسألك إدارة المسابقات ودي أول تأجيل نتيجة مشاركة الأهل في كاس العالم استسطاع عزة رئيس لجلة المسابقات هل تتوقع أن يرحل الإسبوع بالكامل أنه السنة دي وعمل شكل مختلف لوضع الجدولة الدوري ما فيش حاجة اسمها مؤجلات فرق عندها مسابقة إفريقية أو دولية الإسبوع كله بترحل ويتلعب كله في تقوية واحد هو ده الزب جاي تتوقع الترحيل؟ أتوقع بس يخد بالك هو مساعده أن البطول السنة لازم برضو عشان إحنا عندنا مشكلة أن إحنا تملي بنشيل الطراب لأي حد كان موجود قبل كده أنت مجيش تحاسب الكابتن عامر حسين قويا كان مسؤول الفترات العادة وتشيله حاجة بتبقى غصب أنك كنت بتلعب موسم صعب جدا مع تشابك مع ضغوط غير عادية لكن أنت الرجل ده جاي موجود جاي في دور السنة أنت بتتكلم عن 8 أسابيع أو 9 أسابيع أقل في المدة الزمنية فطبيعي أنه عنده المساحة الوقت أنه يأجد ويرحل ويشتغل بس أنا بس عندي تحفظ على الأساسة يا عزة أنت لسه جاي ما كملتش كم يوم ما كملتش شهر ما كملتش شهر أنا مش عايزة أخد في جزئية أن ربطة الأندية وقص الأول ليه تصريحه هو قاله إن شاء الله هذا المسلم لن يكون هناك مؤجلات تماما على فكرة برضو مساعدة وهو التأجيل لا هو حتى لو مطش لا يتأجل هو الدنيا مساعدة أنت لو جت في مط في بطولة من السن العادة ما كانتش التصريح ده يتعمل لأن أنت كان الوضع 8 أسابيع ده لأس محمد بتتكلم حتى لو عدت كل 4 يام مطش بتتكلم في عدد كبير جدا من الأيام بس هو ليه تصريح مبارح قالك إن أنا ليحة العقوات بتاعتها هتتطبق من 20 أكتوبر طب ولقبل كده إيه طب ولقبل كده حضرتك موضوع عجوزي جوميز وموضوع لما مطش برامد بتاع الدورة سن العادة الضروف وإيه ولا إحنا تملي ما عندناش سيستم إن إحنا بنيجي بنشتغل بنكمل بعض طب بلاش نكمل بعض هي دي مش عقوبة ودي حصلت في مطش ولما تحصل مشكلة وتحصل أزمة ونرجع نقول إحنا معاقبناش اللي قبل كده هو بنرجع نقول يا ريت اللي جرى ما كانوا كنا خدنا عقوبة مفيش حاجة اسمها هتقول لسا أنا هبدأ لحة العقوبات تطبيقها بتاعت لجنة المسابقات من الوقت ده يعني أنت عايز تقولي أن مطش أحداث مباراة الأهل وبيرامدس وأحداث مباراة زباك المصري انتهت؟ مهو ده تصريحه مهو ده تصريحه مبارح النقطة الثانية أنت بتتكلم برضو طلعت أمريكا مهو خطير على فكرة جدا ما هو طلع من كمين برضو وطلع اللي هو السرواد سلم رد عليه يعني أنت بتتكلم برضو تمثل ربطة الأندية المصرية ربطة الأندية المصرية المفروض أنت تطلع تتكلم مينفعش حاجة تقولي الموضوع لا أنت ممكن تقوليه تقولي إحنا بعتنا لجنة الانضباط أنا أتقبلها منك على فكرة لو أنت قلتها كده ولجنة الانضباط ما طلعتش القرار دي مش مشكلتي لكن تطلع تقولي أن أنت حاسبني بلايحة العقوبات من يوم عشرين اكتوبر من وقت الصدور بتاعدي لا أنا مش حاسبه كده الملف عن جنة الانضباط أحاسب هو ليه هو يعلق ليه أصلا هو لو قال الجملة دي أنا أتقبلها برغم أن أنا أكامل الاحترام من المنظومة كلها واحدة أنا ما بعترفش بجزء أنت تقولي أصلا أنا ومش أنا وماليش داع يعني يعني بص ربطة الأندية المتحدة الكرة إحنا عملنا كينات موازية هي في الأول طبعا هي في الأول وفي الآخر ربطة الأندية دي جزء من اتحاد الكرة ولازم الموضوع دي يرجع كده تاني صح ما يزعلش حد ربطة الأندية ممكن تبقى كهيان كبير بس تبقى داخل مباسقة من اتحاد الكرة مباسقة من اتحاد الكرة مش بتشتغل لوحدها مش كهيان موازي مش كهيان موازي لازم تبقى جزء من اتحاد الكرة وده كلام مفوش حاجة فأنا أتمنى من بساستها إنه يراجع التصريح ده بالنسباله ويقل اللي أنت كنت لسه من أسبوع في مشكلة في حتة تختير أفضل لعب لما قلت إن المحلين اللي بيختاروه وطلع اللي هو سروت صلح لك الموضوع ترجع تاني بعدها بقل من أسبوع عملت تصريح تاني وانت خد بالك لحد دلوقت احنا في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في الدور بسم الله الرحمن الرحيم ودوري مش مضغوط زي السن اللي عنده معليكش ضغوط ومعليكش مشاكل فما تصدرش لنفسك مشاكل مبكرة وخصوصاً ده أول موسم ليك يعني أنت واجه جديد بتقدم نفسك للصورة لا بس الكلام اللي قاله ده يخطي